ترأست سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة الاجتماع الخامس الاستثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض وخلال اجتماع مجلس الصحة ألقت سعادة وزيرة الصحة رئيسة الدورة الحالية كلمة ترحبية نقلت من خلالها تحيات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموه بنجاح الاجتماع وتحقيق الأهداف المرجوة منه وكانت الصالح قد أثنت على الجهود الجبارة التي اتخذتها دول مجلس التعاون للتصدي للفيروس والتي كانت مرتكزا للنجاح في مواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 وأسهم بشكل كبير في حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون وذلك في سبيل عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن هذا وقد تضمن برنامج الاجتماع الخامس الاستثنائي تفاصيل الوضع الراهن في الدول الأعضاء وإجراءات التنقل والسفر بين دول مجلس التعاون للأشخاص المحصنين والدليل الخليجي لاستخدامات لقاح كوفيد 19 إلى جانب دراسة فحص التسلسل الجيني لعينات كوفيد 19